اللي رح هيتكلم عن كيف ممكن تستخدم شات جي بي تي عشان توقع وتفويغ في الدراسة بتاعتك وفي كل مناحب حياة صراحة فخلينا نبدأ اول حاجة معروف انه عقد الانسان بيفهم الصور مية مرة افضل مع الكلام المكتوب ساكد فعشان كده اول حاجة ممكن نعمل اللي هو ان نعمل مخطط انسيابي فهنا عدنا المخطط الانسيابي البداية تعرض المخدرات انتصاز المخدرات انتقال المخدر الى الدماغ تأثير المخدرة عن نظام العصبي تفاعل وهكذا لحد ما تصل لاي حاجة حيو تخلي انه عندك زي فلو تشعج في راسك او حاجة واضحة شئية ممكن تستخدمه البرومت التالي انه كيف ممكن تخلي شات جي بدي اسألك اسئلة زالتها هنا لان من اسألك سؤال السؤال بيخليك تفكي في الاجابة لان تفكي في الاجابة بتفهم الاجابة لان تفهم الاجابة تجاوب عليها في المستقبل فخلينا نشوف مثلا انتو سال جامع في موضوع خلينا ناخد مادة ممكن تكون ما في المناهج حقتنا لكن جميلة اللي هو الموضوع الرياضة خلينا بعد دقاء اخد هنا موضوع قرة القدم نشوف هل احنا كويسين في قرة القدم طيب ما هي المساحة الاجمالية لما يلعب قرة القدم الدول اللي مع تربيه من قبل الفيفا حقيقة ما عندي فكرة لكن خلينا اقول جيم لانه دائما السؤال بيكون فيه وكم خيال جوابكم هو الافضل يب كنلاحظوا حتى هو بقدم لينا شرح لانه الاجابة صح ولا لا ما هو عدد اللاعبين في كل فريق قدم اه مباراة تقليدية هلاش اللاعب معروف السؤال الثالث ما هي مدة مباراة تقليد القدم اللي هي با لكن خلينا اقوم اقول له دال اللي هو انا عارف نهي اغلا خاطي عن مدة زمانية مباراة تقليد القدم الرسمية في المستوى الدولي عادة تكون تزاين دائعة ما يضع حطبا بدل الطائع دي الاجابة التاني دي البرومت التاني مفيد جدا جدا البرومت التالي مفيد شيء خاصة ان تضحضر فيديوهات كتيرة و لا من تخلص من الفيديو بدكول انه انحسي في مجلس من الفيديو ده فممكن تعود حاجة مهمة شئيد طيب خلينا رحي ناخد فيديو لكن بس المشير لازم يكون فيديو بالانجليزي خلينا ناخد تتوكس في الهدوكيشن تمام في واحد اه اخان اكاديمي يب مهم شئيد انه كان بتكلم عن موضوع الذكاء الاصطناعي في مجال التعليم حنقوم نعمله شو ترانسكريبت اللي هو ده بورين انه الفيديو كان مكتوب فيه شنو حعمل كوبية للترانسكريبت كله حتاخد ترانسكريبت كله وبعدين حتقول لهم بليس سامورايز ديس يوتيوب فيديو انتو كي دوت بوينز دمعته انه هو حال يلخص لك الفيديو كله في بوينز انت ممكن تقرأها سيرها شديد بعد ما يلخص لك ممكن تعمليهم قم بترجمة هذه النقاط الى اللغة العربية وعشان تخليها لغة عربية من حين نقرأها ساهل قم باستخدام مفردات عربية سهلة انتج فأداك عشرة نقاط ممتازة شديدة ممكن حتى تمشي لخيارتك تستخدم البرونت ده تستخدم البرونت ده ازل المتعدد انه يخليك اديك اسئلة على الفيديو ذاتي بحيث ان انت اختبر روحك في الفيديو كان كيف اخر حاجة برومت سهل شديد مهم شديد قم بشرح مفهوم بصورة مبسطة جدا بحيث يمكن لكل شخص فهمه يعطى امثلة عملية هنا واحد من المفاهيمة انا كنت ما فهمش اذا هو المضابط على التهكير التهكير والتهكير الاخلاقي يعني اشنو كلامنا انتج فهو شرح لنا التهكير وبعدين شرح لنا التهكير الاخلاقي وفي نهاية ادعنا مثال عملي موضوع الذكاء اللي اصطناعي بعد خلاص بك ثورة فكلونا اللازم نبدأ نستخدمه فوروني اذا استخدمتوا اي واحد من البرومت زيل والاجابة بتاعته كان شنو وفائلتكم في شنو وما تنسوا تعملوا لايك وسبسكراي في القناة مع السلامة اشتركوا في القناة